مساء الخير خبر مفرح جدا لهالا صدقي اعلنت الفنانة هالا صدقي خبر طلقها بشكل رسمي من بعد معاناة قضية دامت سنين ونزلت فيديو هالا صدقي وهي فرحانة وبتسقف وبتزغرط في نفس توقيت حكم طلقها طيب هنرجع شوية فلاش باكل وراء عشان نعرف القصة من الاول هالا صدقي وسامح سامي اتجاوزوا بعض عن قصة حب وبعد سنتين من الزواج انجابوا توقم مريم وسامو المفاجأة بقى بعد كام سنة كده جوزها طلب منها انها تعمل تحليل دي ايه طبعا هي رفعت عليه قضية تشهير بيها وبولدها وفي ظل المشاكل والقضايا دي والد سامح تعب واللي وقف جنبه كانت هالا صدقي في الفترة دي كان زوجها مسافر برا مصر لكن المشاكل رجعت زادت ما بينهم تاني من بعد ما هالا صدقي اتلقت انزار بالطاعة والكلام ده كان من 8 سنين محكمة الاسرة في الاخر حكمت بطلقها حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبدلة وقفلت الملف ده نهائي النهاردة بقى ظهرتها لصدقي وهي في كمة ساعدتها كانت بتعمل شعرها وكان فيه اغاني شغالة وكان فيه نص بتزغرط وكانت عايش حياتها ده غير كمان انها نزلت على صفحتها الشخصية بست بيقول يوم جديد وسعيد وكله خير خير وفرح ونجاح وانتصار وشمس جميلة هتطلع تنور دنيتنا صباحكم كله خير والحكم بقى اللي اتاخد ضد طليقها انه هياخد حكم سنة لامتناه عن دفع المصاريف الدراسية لأولادها والمصاريف دي بتتقدر بخمسين الف جنيه سرليني وده كله علشان طلب منها انها تعمل تحليل دي ان ايه علشان يثبت نسب أولاده هو بيأكد ان الولاد دول ولاده لكن مش ولادة هي انها استقجرت بويضات للانجاب وللسبب ده رفعت عليها قضية التشير وده كان اخر خبرنا النهاردة لو عجبك الفيديو وتنساش اللايك الاشتراك في القناة تفايل جرس التنبيهات مع السلامة